أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا دلوقتي هتكون عن ظاهرة ظهرت جدا في الانتخابات اللي فاتت ولو اتكلمنا عن المرأة المصرية ومشاركتها في الحياة السياسية في مصر كانت في القرن العشرين طبعا موجودة من بداية القرن لكن دايما كان بيؤخذ عليها انها ما بتشاركش بقوة في الانتخابات لكن في 25 يناير بعد بقى 25 يناير والانتخابات في 2011 فوجئنا بإقبال شديد جدا للسيدات على الانتخاب والحفاظ على حقهم في تقرير مصير بلدهم هنتكلم عن الظاهرة دي مع كاتبتنا الكبيرة أستاذة إقبال بركة الكاتبة الصحفية سبعة الخير فان سبعة حضرتك شايفة المشاركة الكبيرة جدا للمرأة في انتخابات 2011 ازاي خصوصا بعد ما كانت المرأة برضو مشاركتها جزئية يعني مش هنقدر نقول كانت مشاركة فاعلة كانت مشاركة برضو اللي هو من قبيل تجميل الشكل من النظام اللي فات شوف هو الشعب المصري كله كانت مشاركته ضعيفة جدا في الفترة ما قبل ثورة 25 لأنه كان يأس من أن صوته هيبقى له فاعلية وتأثير وبالمثل المرأة زيها زي أي رجل هي كمان ما عندهاش وقت تضيعه وتروح تقف في طوابير وتروح للاجنة وتدور على اسمها ومعرفش شيء لما حسوا أن الصوت حيفرق صوت واحد ممكن يفرق أقبلوا على الانتخابات ثلاثين وحاجة مشرفة جدا لأن المرأة المصرية هي فعلا نصف المجتمع حقيقة يعني نصف القوة العاملة في المجتمع ويمكن أكتر لأنه هي ما عندهاش فراغ إطلاقا ومع ذلك شنها بتقف بالساعات في اللي جاء طب بعد الثورة تشكلت أحزاب كثيرة جدا ومنها أحزاب لسه جديدة مثلا زي حزب النوري السلافي يعني يواخد المركز الثاني لغاية دلوقتي في النتائج الأولية ليه ما شفناش عندنا حزب في مصر بما أن فيه أحزاب جديدة يعني ليه ما شفناش حزب مثلا منهم برئاسة امرأة زي في أوروبا مثلا مارجريت تاتشر أو في أنديرا غندي في الهند ليه ما عندناش الاتجاه ده زي بقية الدنيا شوف المرأة المصرية بالذات تعاني من ميراس طويل جدا من الإقصاء عن السياسة ميراس طويل طويل بقاله سنوات مش عشرات مئات السنين ويقال لها أنت ملكيش دعو بالسياسة السياسة للرجال وحده ومع ذلك ورغم هذا الإقصاء وهذا الإصرار على التخلي عن نصف المجتمع إلا أن هي شخصيا قومة وشفناها في صورة 19 قد إيه كانت ذاتة فعالية وكانت بتهتف وتعمل بيانات وتقاطع البضائل يعني لها تاريخ طويل وبعد كده امتد لصور 52 وحتى الحقبة الأخيرة كان في شكليات برضو بتقول لها المجلس قومي للمرأة ومعرفش إيه لكن للأسف الشديد بلا فاعل إيه فهي مرة أخرى تقوقعت ودخلت جوه القوقعة وآثرت إنها تتفرغ لدورها الأساسي لهو طب إيه اللي دفع المرأة للإخبال الشديد ده؟ يعني هو إحساس بتقرير مصير الوطن؟ ولا هو إحساس بالوطنية؟ ولا هو إحساس بالناس اللي ماتت في التحرير؟ الأمل، الأمل، استيقظ الأمل في قلوب المصريين استيقظ الأمل في التغيير في إن إحنا متجهين إلى الأحسن وفي إن كلمة الواحد حيبالها تأثيرها على الاتجاه لتتجه مصر والخوف كمان، الخوف من طيارات تزارعت فجأة كده عندنا في مصر عايزة ترجعنا للخلف وبالذات نستقصد المرأة حتى المرأة نصبعينيها وعايزة تقصيها مرة أخرى وتلغيها من الحياة فده يعني أنا متهيالي استنفر واستفز النساء بس فإن من الغريب أنه يمكن يعني ترتيبا يعني تعقيبا على النتاج الأولية أنه متصدر المشهد السياسي في مقام الأول حزب الحرية والعدالة بعد كده حزب النور السلافي وبعد كده كتلة المصرية وكان جزء من الملاحظ والمثير جدا أنه كان جزء كبير جدا من المصوتين لهذه الأحزاب الأصولية من السيدات وكانوا بيلاحظوا طبعا بالمظاهر حتى ده طمام دي امتداد لظاهرة استخدام النساء في التصويت بدا أي هدف كده يعني هي تستخدم كعامل زي ما كان بيحصل زمان في الريف المصري كانت النساء بيقبلنا على التصويت ليه لأنه بيدفعلهم فلوس مقابل الصوت فهنا برضو نفس العملية الأسف الشديد وحضرتك أريد في الجرائد كلها أن الإخوان المسلمين عملوا تجاوزات شديدة جدا جدا في أثناء الحملة الانتخابية وحتى في أثناء الانتخابات ودخلوا بكسافة على أساس أنهم يجبوا النساء يدوا الأصوات وطبعا الله أعلم في مقابل لكن أعداد كبير جدا من التي أعطينا أصواتهن للإخوان المسلمين والسلفيين نساء ما لهمش في السياسة أو ما لهمش في أي علاقة بأي شيء هل يجبوني أن ده امتداد لمشكلة بقالها حوالي قرن من الزمان إيه المطلوبة عشان نحل المشكلة دي في الفترة القادمة يرجع عندنا يبقى هدى شعراء ويرجع عندنا الناس زي ما كان زمان التعليم التعليم رفاعة طهطاوي قالك إذا أنت علمت امرأة فأنت ارتفعت بمستوى أسرة بكاملة أنا بقول الوطن كله التعليم النهاردة أنت بعد من ثور 52 لحد النهاردة 70 سنة وبعد فترة الزهار والمشعرف إيه والانفتاح وكل ده وما زال عندك نسبة الأمية بين النساء 50-60% هل ده يا جوز هو ده هاي زي المرأة هي الوقود للتخلف واله هي الأداة اللي بيستخدمها كل أعداء مصر عشان يرجعوا بيها إلى الخلف لأن هي أداة طيعة ما لهاش علاقة بالسياسة ست طيبة وغلبانة مش واخدة حقوقها ما ضغوطة مقهورة ما كانتها في الأسرة في الدرك الأسفل فبلا إرادة بلا أي يعني قدرة على الاختيار دي سهل قوي وتعمد النظام السابق رغم السراء الفاحش اللي كانوا فيه والأموال مليارات الأموال التي أهدرت وقيل أنها أهدرت على تعليم الكبار لم تحدث أي فارق وما يزلنا نعاني من مستوى عالي جدا جدا للأمية بين النساء طيب لو اتنقلنا نقطة تانية طبعا معروف أن الكوتا بتكون لمجموعة أو لفصيل معين المطلوب أن هو يشارك لكن هو غير مشارك بشكل فاعل فمنحاول نحط له كوتا عشان نضمن تواجده وده مثال مطبق فيه دول كثيرة جدا ويمكن منها دول الإسكندنافية السويد ودول كثيرة بتحمي وجود المرأة برغم كل مساوي النظام السابق لكن هو كان حطت كوتا للمرأة في البرلمان جينا دلوقتي ثم تراجعا اتلغت الكوتا دلوقتي في الانتخابات اللي احنا نجعل لا هي اتلغت من أيام النظام السابق لا هما تراجعوا عنها كان بيجتم بالتعيين بقى علاقهم تراجعوا عنها عملوها أولا الكوتا جي كانت أوسط بها اتفاقية منع أي تفرقة ضد المرأة تمييز العنصري ضد المرأة أي شكل من أشكال تمييز العنصري ضد المرأة اللي وقعت عليها مصر سنة 1901 واحد وتمانين وتمت فعليتها سنة 83 وتعملت الكوتا ودخلوا نساء 30 واحدة دخلوا المجلس الشعب بفعلا مفيش سنتين تراجع التاني المدولة والغدة بدعوة ان الدستور يرنع التمييز وان الدك التمييز وده مش صحيح لان مصر موقع على اتفاقية دولية بانه لا مانع اطلاق من اجراءات استثنائية لتشجيع النساء على ممارسة السياسة ودخولهن في معترك السياسة دي اتفاقية دولية طيب هاك شايفة مشاركة المرأة سياسيا بقى في الانتخابات الاخرانية انه يبقى في يبقى في سيدة في كل قائمة هل في حاجات تانية كانت ممكن تبقى في في مصلحة المرأة ولا بقية الحاجات كلها سلبية والله شوفها اذا اقولك بصراحة المسألة السياسية دي بتحتاج الوقت وتدريب وتعليم وانا كانت تخلق كوادر سياسية مفيش حاجة اسمها دخل حد السياسة كده ورميه في قاتون السياسة السياسة شيء صعب جدا ويعني نار ملتهبة ومؤامرات ودسائس ومصالحات وحاجات ضخمة جدا فاذا يجب ان احنا نعني بها من اول المدرسة الاعدادية نعلم المرأة والفتى والفتاة مش فتاة وحدها الفتى نفسه ما عندهوش خبرة سياسية ودينا شوفنا ما عرفوهش احنا دلوقت ده الوضع اللي قدامنا ودي الانتخابات اللي احنا فيها وعدم وجود المرأة على رأس الكثير من القوائم طبعا بيقلل كثيرا من فرصتها ان هي تصل الى مجلس الشعب ويمكن محدش عارف نلاقي العدد قد ايه وحتى اللي هيخش مجلس الشعب عن طريق الاغلبية السحيقة دي بتاعت الاخوان المسلمين لن تكون لهن اية فعاليات ورق اللي حطة صورتها بدل الوردة وبردة بدل صورتها واللي منقبة مش عايزة تكلم حد واللي لابسة جوانتي ما تقدرش تصافح للناخبين دي حتكون منضوبة عن الشعب ازاي دي مسكينة دي انسانة يعني سيقة سياقا كده لانها تفعل هذا لن يكون لها صوت ولن يكون لها فعالي ثم دي حتحرب عشان الحرية ازاي اذا كانت هي فقد حريتها من اجل ماذا ستحارب هتقولك الشريعة الاسلامية طب ايه الشريعة الاسلامية ان رجل يجوز اربعة هي دي الحرية يعني احنا قدامنا يعني فعلا لو استمرت القوى الثقافية التقدمية على هذه السلبية وهذه اللامبالاة ولياء السواوة مصر هترجع وراء عشرين سنة طب دا كان كلامنا عن المرأة بما ان حضرك شايف انه كده بالنسبة للمرأة طب بالنسبة للانتخابات بقى بشكل عام يعني تسايد الطيار الاسلامي حتى الان او الطار الاصولي يعني مش ملاش نحددها بالشكل دا وانه كان فيه دعايات مضادة ما بين بعض الاحزاب وبعض معتمدة بشكل رئيسي على شكل طائفي هذلك شايف الانتخابات انا شايف انه هناك تجاوزات كثيرة جدا ارتكبت من قبل السلافيين والاخوان المسلمين في مقابل صنط وصدمة من القوى الليبرالية كلها ازاي انا مش عارف وقفوا على اللجان واعدوا يكفروا الخصوم عملية التكفير استمرت الالمانين كفا واخد بالك وكل من لا يطالب بالشريعة الاسلامية كافر طب يعمل مين قالك انه محدش بيطالب بالشريعة الاسلامية محدش في مصر كلها يرفض الشريعة الاسلامية لكنهم افتعلوا معركة ان ان العلمانين واليسارين والناصريين ومش عايزين الشريعة الاسلامية اكذوبة كبيرة جدا لكن البسطاء وغير المتعلمين ممكن يصدقوها المتعلمين حيعرفوا انها كلام فارغ ملوش معنى ولذلك للأسف الشجير الاغلبية ايه اميين وهذه الاميين دول مضمونين 100% كانوا مضمونين للحزب الوطني والام الان هم مضمونين 100% للاخوان المسلمين والسلافيين طيب لو مشينا مع السيناريو المبدئية والكروكي اللي احنا شايفينه من المرحلة الاولى حد دلوقتي ووصلت انه تحكم الطائرات الاصولية او تبقى هي الاغلبية البرلمانية المنتخبة وبرغم تصديح المجلس العسكري انه هذا البرلمان لن تكون له صلاحيات لكن امام كتلة برلمانية منتخبة تشكل الاغلبية ممكن تعمل تشريعات او تشرع تشريعات جديدة تنتقص من حقوق المرأة يا طرح ساعتها هيكون دور المنظمات النسائية ايه وهيكون ايه الوضع شوف حضرتك لو حصل ده مش هنسكت مدان التحرير موجود ولا هنسكت بالعكس ده هيستفز المرأة ويصحيع بقى وتدرك فعلا انها لازم تفوق بقى وتدفع عن حقوقها ده مش وانا ما اعتقدش انه ده هيحصل لان فعلا مجلس الشعب القادم ده مجلس بيفك عقدة الاسلاميين بيفك عقدتهم انه هما اتهدوا جدا عن المشاركة في الحكم كأن ده حصل لهم لوحدهم في حين انه حصل لكل المصريين مش لهم وحدهم الشعب كله كان محروم من التنفيذ عن اراء السياسية او حرية التعبير ولكن على اي حال هم يعني هو برلمان كده يعني فوق عقدة الاسلاميين اثبت لهم وريحهم نفسيا انه هما مهيمنين على الشارع المصري اوكي لكن السياسة صعبة ده مأذق لو هم اخدوا الحكم فعلا هيحلوا مشاكل العويصة احنا فيها ازاي وهنا خبرة لديهم بالسياسة مطلقة ده الناس جايين من السجن على مجلس الشعب ازاي حيبق يحكم ده فيه فيه الرأي